هذا الأخ أبو محمد يقول الشيخ صالح الفوزان سلمه الله كتب الفقه كثيرة ولكن أسأل الشيخنا عن الكتب الميسرة والمعتبرة في الفقه الذي يرجع لها طالب العلم وتكون سهلة الفهم لأن هناك عبارة يصعب على الدارس فهمها وما أفضل شيء يقتني طالب العلم المبتدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة كما في الحديث لا سيما ما يستقيم به دينه تصح به عقيدته وعبادته ثم معاملاته وجميع شؤونه وبحاجة إلى الفقه في دين الله عز وجل والفقه لله الحمد ميسر والكتب كثيرة ولكن الشان في المعلم الذي يستطيع أن يبين للطالب فقه هذه الكتب على الوجه المطلوب لأن يكون هو أولاً مؤهلاً متفقهاً لحيث يستطيع أن يبين للطلاب ما في هذه الكتب من الخير والهداية والعلم لأن فاقد الشيء لا يعطيه فالمتعالم والمبتدي والجاهل لا يصلح أن يكون معلماً لأنه هو بحاجة إلى من يعلمه وكذلك لا يصلح أن الإنسان يقتصر على الكتب والمطالعة والحفظ هذا كله لا يكفي هذه وسائل فقط ولا بد من أخذ العلم عن العلماء قال صلى الله عليه وسلم هو العلماء ورثة الأمبياء والله جل وعلا قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يعني من المؤمنين ليتفقهوا في الدين تفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فالإنذار إنما يكون بعد العلم وبعد التفقه في دين الله عز وجل والكتب والكتب متنوعة منها المطول والموسع وهذا لأهل العلم الكبار والراسخين في العلم ومنها ما هو متوسط وهذا لمن تحصيلهم متوسط ومنها المختصر وهذا للمبتدي المختصرات هي مدخل العلوم كل علم فيه مختصر في الفقه في المصطلح الحديث التفسير في جميع العلوم مختصرات في الفرايض مختصرات وهي مفاتيح للعلوم وطالب العلم لا يذهب إلى الموسوعات كتب الكبيرة والصحاح في الحديث وإنما يبدأ على ما قالوا من الصفر فيبدأ من من ألف بأ بداية العلوم حتى ينفتح له الباب ثم يتدرج شيئا فشيئا في الفقه على أيدي العلماء حتى يتكون عنده حصيلة جيدة يعتمد عليها والعلم ليس له نهاية لا أحد يقولنا انتهيت العلم واسع وليس له نهاية والمدارك تختلف ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا فالطالب العلم يتدرج في طلب العلم على أيدي العلماء والعلم هو يأخذ دفعة واحدة إنما يأخذ شيئا فشيئا ويتدرج فيه شيئا فشيئا على أيدي العلماء هذه الطريقة الصحيحة للتعلم فإن كان طالب العلم في الدراسات النظامية ودور العلم فإنه يقرأ المقررات في هذه الدور العلمية العلمية مقررات المقررة فيها في مختلف الفنون على أيدي المدرسين وإن كان ليس في الدراسة النظامية يعني في المساجد في الحلقات فهذا يتوجه بما يوجهه به شيخه الذي يدرسه وكما ذكرنا العالم لا يأخذ الطلاب المبتدئين إلى فروع العلم توسع فيه والخلاف إنما يتدرج بهم شيئا فشيئا حتى يتمكنوا ويكون عندهم حصيلة يعتمدون عليها ويبنون عليها هذه هي الطريقة للعالم والمتعلم ولهذا جاء في تفسير قوله تعالى كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس بما كنتم تعلمون الكتابة بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون ربانيين قالوا الربانيون هم الذين يدرسون صغار العلم قبل كباره الله أكبر من التربية فيربون طلبة العلم على هذا يتدرجون بهم شيئا فشيئا نرى الآن من يظهر على الناس فجأة نعرفه عاميا ثم يظهر على الناس فجأة يصير محدثا يصير فقيها يصير وهو ليس عنده حصيلة إنما قرأ له كتاب أو كتابين ولم يفهمهما وظن أنه صار عالما فيضر نفسه ويضر الناس لأنه لم يأخذ الطريق الصحيح لتعلم العلم على المنهج السليم نعم أحسن الله إليكم على هذا الاستهلال المبارك